ده دي البطل بتاع فيلمنا اما دي فبتكون سانفي والاحداث بتبدأ وبنلاقي ناس مصابة وموجودة على الارض ودية بيظهر قدامنا ومش قادر يتحرك وبيحاول يستجمع قوته وعلشان نفهم اللي حصل بنروح لديها وهو صغير وممسوك في الاسم بتهمة السرق او الظابط بيفضل يضرب فيه لكن بيعرفوا ان واحد من رجالة جوني بي ومحدش يقدر يقرب له وساعتها بيتعصى بالظابط وبيمسك جوني بي وبينزل ضرب فيه لحد ما بيتفعله رشوة علشان يسيبهم يمشوا ووقتها بنشوف ديهم اتدايق وبيكرر لما يكبر هيكون زابط ويسرق براحته محدش يكلمه وبنلاقي طول الوقت بيشتغل لحد ما بيشتري شهادة المدرسة بدل ما يذاكر وينجح وبعدها بتعدي السنين وبنلاقي الشرطة بتطرد اصابة وبيقدروا يقبضوا عليهم وبيرموهم في الحجز لكن بيطلعوا اخوات مجرم خطير اسمه فاسو واللي في الوقت ده بيروح للوزير وبيطلب منه يغير مفاتش الشرطة ويجيب مكانه زابط فاسد يقدر يساعده في اعماله المشبوهة وفعلا بيوافق الوزير وبيطمنه انه يعرف الشخص المناسب وهنا بنلاقي ايديا بعد ما كبر وبنكتشف انه زابط وبيطارد مجرم وبيضربه بالنار في رجله وساعتها بيقرر يصوره على تليفونه وفجأة بيقابل جوني بي وهو بيجري واول ما بيقدر يوصله بيعرفه ان الشخص اللي كان بيطارده موت واحد اسمه زوري وبيروح للجسة وبيكتشف ان اللي امر بقتله شخص اسمه شاكيل وساعات هدايا بيتصل بيه وبيعرفه انه هيقتل زوري مقابل الفلوس وهو بيوافق وفعلا بينتشر الخبر في وسائل الاعلام وبيكون شاكيل فرحان جدا وبيسيب لديا الفلوس في مكان وجوني بي بيستلامها وبياخده عشر الاف ربيع وبعدها هدايا بيروح على بيت شاكيل وبنلاقيه بيبتزه بانه سامع المكان من اللي بينه بين القاتل وبياخد منه ضيع في المبلغ رشوة علشان ما يفضحوش وبعدها بيروح لبيت مهداف اخو زوري وبيقوله انا عارف مين اللي قاتل اخوك وبياخد منه رشوة مقابل سورة القاتل وبكده بيكون دهك على الكل وطلع كسبان وبنلاقي جوني بي مبهور من زكاءه وبيتطمن على مستقبله معاه لكن ده بيقوله النهاردة اخر يوم وهيتم نقله والتاني يوم بنلاقي مورتي مساعد المفاتش بيحط الاكليل على سورة غندي وبيقدم له التحية العسكرية وبيعرف من زميله ان المفاتش الجديد فاسد وجاي علشان يساعد الاصابات في البلد وفعلا بيوصل ديال الاسم والكل بيقدم له التحية الا مورتي اللي بيرفض بحجة ان ايده وجعاه وبيلاقي اخوات فاسه في الحجز وبيقمر الزابط يخرجهم وبيطمن مورتي انهم ما يقدرواش يهربوا وهو موجود لكن ديال بيديهم الاشارة وبيطلعوا يجروا برا المكان بسرعة وبزكاء وبيكون لسه ما مضاش على استلام الاسم وبيهددهم بان اللي حصل تحت مسئوليتهم وبيخليهم يحرقوا ورق القضية علشان ما يقعوش في مشكلة وبعدها بيطلع ديال ومعه مورتي على بيت فاسه وهناك بيستقبلوا بكل حب لانه هرب اخواته وهيسعادهم في كل اعماله المشبوهة ووقتها بيحتفلوا مع بعضه وبيكونوا اصدقاء وبيقدم له بيت علشان يعيش فيه وبينفذ كل طلباته وتاني يوم بيشوف سنفي على الشاطئ ودية بيلاقيها قدامه بالصدفة وبيروح يتكلم معاها وبيعجب بيها من اول نظرة وبيفهم من كلامها انها بتحب الحيوانات جدا وساعتها بيقمر مورتي يعرف كل المعلومات عنها ومن ناحية تانية بنلاقي دية بيتفق مع كنين حرامية وبيقمرهم يخطفوا كل الكلاب اللي عند سنفي وفعلا بيروحوا يقتحموا المكان وبيقدروا ياخدوا كل الكلاب اللي هناك وتاني يوم بتوصل سنفي وامها للاسم علشان يعملوا محضر ودية بيطمنهم بانه هيسعدهم وبعد فترة بيروح لهم البيت ومعال الاتنين الحرامية لابسين كأنهم عساكر وبيرجعوا كل الكلاب بتاعتهم وسنفي بتشكره وبتكون فرحانة وبيفضل يحضن فيها وبيقول لها انا هفضل دايما معاكي وساعتها بيوصل دية للاسم وفي واحدة بتقدم بلاغ ان بنتها مختفية من اربع ايام لكن دية ما بيكونش مهتم وبيزعق لها وبيخليها تكتب المحضر والتاني يوم بيكون موجود في الشارع فبنلاقيه متعصب جدا ومتدايق وبيكتشف انه خطبها وشغلته عازف ناي وهيتجوزه الشهر اللي جاي فبيكرر دية يحط خطة ويبعده عن حبيبته وبيقدر ينصب له كمين في بيت دعارة وبيقبضه علي متلبس وبينتشر الخبر في الاعلام واول ما بتشوفه سنفي بتكون حزينة جدا وبتعيط وتاني يوم بيروح لها دية وبيكون معا خطبها وبيقول لها انه خرجوا من القضية علشان يقدروا يرجعوا البعض لكن سنفي وامها بيكونوا معترضين وبيتردوا من البيت ودية بيدحك عليها وبيفاهمها انه محب جدا للكلاب ومتربي معاهم ومن هنا بتعجب سنفي بي وبيقضوا وقت كبير مع بعض وكل واحد بيتعلق بالتاني لكن في الوقت ده ام البنت المخطوفة بتكون في الاسم وبتشتاكي ان محدش بيدور على بنتها دبتي لحد ما دية بيزعق لها وبيقول لها ان بنتها هربت مع صاحبها ولما فلوسهم هتخلص اكد هترجع لها وبيجرحها بكلام وبيسابها ويمشي وفي الوقت ده فاسه بيتصل بي وبيقوله ان فيه واحد اسمه فنكات عنده بيت ورافض يبعهوله فبيروح له دية وبيلاقيه كبير في السن وبيفهم منه انه عايش لوحده مع حفيته وان بيته تمنه الحقيقي 5 مليون وبيطلع ان فاسه عارض عليه 50 ألف لكن دية بيخوفه من فاسه وانه ممكن يخطف حفيته وساعتها الفلوس مش هتنفعه والشرط هتتخلى عنه وبيكبره ويمدي على العقد ويبيع البيت والراجل بيكون حزين ومصدوم من اللي بيحصل وبالليل بيقف مورتي قدام دية وبيكون متعصب جدا من الظلم اللي بيعمله وبيسأله ازاي ما عندكش مبادئ وبيتمنله الموت لكن دية ما بيكونش مقتنع بكلامه وبيقوله انت عال على اهلك لانك زابد شريف وعلشان كده انت فقير وبيديله فلوس يخليها معاه يمكن يحتاج يصرف منها وتاني يوم بنت مورتي بتطلب من ابوها مصاريف الجامعة لان النهار ده اخر معاد وده بيخليه فكر في كلام دية وبيفضل يبص على الفلوس وساعتها بيرفض يمدي ايده للحرام وبيقولها تسيب الكلية وتاني يوم بيروح دية علشان يقابل سانفي وبيحتفلوا بعيد ميلادها لكن مبترداش تركب عربية الشرطة فبيوقف واحد وبياخد منه الموتسكل بتاعه وبتركب وراه وبنشوفهم على الشاطئ وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وفي وقت ما بيكون دية مشغول مع الصيادين في عصابة بتخطف سانفي وبتسيطر عليها وبيركب دية الموتسكل وبيطلع يجري وراهم لحد ما بيقدر يوصلهم وبيفضل يضرف فيهم وبيدفع عنها لكن بيتكتروا عليه وبيكتفوه وقبل ما فاسه يقتلها بيكتشف ان الرجال تخطفوا واحدة تانية وده لانهم اشتبهوا فيها علشان كانت ركبة الموتسكل وسانفي بتكون متعورة ومضروبة وبتفضل تعيط وفاسه بيعتذر لديها وبيسيبهم ويمشي وتاني يوم سانفي بتقول لديها انها مماتتش علشان مش هي البنت اللي بيدوروا عليها لكن لو عرفوا مكانها اكيد هيقتلوها وبتطلب منه يحميها وينقذها لو فعلا بيحبها ومن ناحية تانية بنشوف بنت اسمها لكشي ميخايفة وبتحاول تهرب من الاصابة لحد ما بيوصل دية في الوقت المناسب وبيقف ضدهم كلهم لكن فاسه بيكون مستغرب هو ليه بيحميها وبيقف الرجال ته ياخدوها فبيدفع عنها ومفيش حد بيقدر يلمسها وبعدها فاسه بيزعقله وبيفضل يغلط فيه وساعاتها بيتعصب دية لانه هنكرمته وبيحول الموضوع بشكل شخصي وبيعلن الحرب على فاسه وعصبته بسبب اللي قاله والتاني يوم بيكون فاسه متعصب جدا من اللي حصل فبيكرر يروح لديها الاسم وبيفاهموا ان اللاكشمي معها دليل يدين اخواته وعلشان كده بيحاول يتخلص منها وساعاتها دية بيوعدوا انه هيجيب له الدليل مقابل انه يسيبها في حالها وما يأذيهاش وفعلا بيروح لبيت الاكشمي وبيكنيها عطسك فيه وتحكيله اللي حصل فبتقوله ان العصابة خطفت اختها ديبتي وفضلوا يختصبوها ويعذبوها لمدة 40 يوم لا وكمان صوروها وحطوا السيدي في العربية وهي سرقت منهم تليفون وكلمتها وبعدها راحت للانوان واختها ما كانتش موجودة ودورت على السيدي لحد ما قدرت توصله في الاخر وده بيخلي دية متدايق ومش عارف يتصرف ازاي وبعدها بيروحوا لبيت الاكشمي علشان تجيب امها ويهربوا الامريكا لكن بيتفاجئ ان امها هي الست اللي كانت مقدمة بلاغ عن اختفاء بنتها وبيتصدم من اللي شافه وما بيقدرش يبص في عينيها وبيكون متعصب جدا ومتدايق وبعدها بيواصلهم المطار وعايز يتطمن عليهم وساعتها بياخد منها السيدي وبالشكل ده مهمته بتنجح لكن قبل ما بتمشي بتعرفوا ان حق اختها بين ايديه ولازم يرجعوا وبيكتشف من كلامها ان اليوم اللي اتخطفت فيه هو اليوم اللي اطلق فيه صراح العصابة من السجن وبيحس انه كان السبب اللي حصل لاختها وبيرجع على الاسم وهو في حالة صدمة وندمان ومرتي بيكون مستغرب جدا لكنه بيفهم ان ده يتغير وعايز ينتقم لديبتي لكن ده بيبقى في السرعة بينه وبين نفسه ومش عارف الحل ايه واول ما بتوصل العصابة على الاسم علشان ياخدوا الدليل ده بيرفض وبيفضل يضرب فيهم ومحدش عارف يقف قدامه وبيبان فرق القوة الكبير جدا ما بينهم ومرتي والزبات كلهم وقفين ومزهولين من اللي بيحصل والاول مرة بيديله التحية العسكرية وبيحسوا نظابة شريف وبعدها بياخد العصابة وبيرميهم قدام فاسو وبيقول له النهاردة مفاتش جديدة ولد ومش هيرحمه هو واخواته وفاسو بيكون خايف جدا وبيقمر اخواته انهم يهربوا لحد ما يحل المشكلة وفي الوقت ده بيشغل دقيقة الفيديو وبيشوف كل اللي حصل وبيتعصب جدا من اللي عملو في ديبتي والشرطة بتقوم بحملة وبيدوروا عليهم في كل مكان لكن للأسف محدش بيعرف يوصلوهم ومن ناحية تانية دي بيكون في الطريق وبالصدفة بيشوف فنكات واقف قدام بيته زعلان جدا وبيحكيلو انه عايش يتيم ومحدش عرفه ايه الصح والغلط وبيخلي فنكات يضربه بالقلم علشان يحس ان في حد خايف عليه وبيعقبه وبعدها بيدخل على العصابة وبيهددهم بالسلح بتاعه وبيأمرهم يبلغوا فاس ويرجع البيت بكرة وإلا هيموتهم كلهم وتاني يوم بيقابل سنفي وبيعترف لها بحقيقته وبكل اللي عملو وانها كانت سبب كبير في تغيره للأحسن ووقتها بتتقبل كلامه وبتسامحه وبتكرر تكمل معاه لانهم بيحبوا بعض ومن ناحية تانية الشرطة بتلاقي جث الدبتي محروقة على شاطئ البحر وبيعترف ديها في الاعلام ان اللي عملوا كده هم اخوات فاسو بيقول اساميهم وفاسو بيكون شايفه متضايق جدا وبتبدأ المظاهرات في البلد والمطالبة باعدامهم علشان يكونوا عبرة لكل واحد ممكن يعمل زيهم وفي نفس الوقت اخوات فاسو بيكونوا موجودين على مركب في البحر وده بيجيلوا تليفون وبيعرف مكانهم وده بيخليه يروح لهم بالطائرات الهليكوبتر وبيقبض عليهم بكل سهولة ومن ناحية تانية الأكشمي بتكون مع امها في المستشفى لانها عارفت ان ابنتها ماتت من وسائل الاعلام وبيجي يوم المحكمة والهند وكلها بتتبع الحدث ومستنيها الحكم على الاصابة ولما بيشغلوا السيدي للأسف بيكون فاضي وبنكتشف ان فاسو قدر يسرق الدليل اللي موجود على اخواته وساعاتها القاضي بيقرر يحكم بالبراءة لكن دقيقة بيقول انا معايا الدليل وهقدمه بكرة وقتها بتتأجل الجلسة الثاني يوم وبالليل بيكون قاعد مع سنفي وبيعرفها انه كذب علشان القضية ما تتقفلش لكن في الحقيقة ما فيش اي دليل ضدهم ولما بيكون لوحده فاسو بيتصل بيه ودية بيتدايق وبيعرفه المكان بتاعه وبيقوله انا مستنيك وفعلا بتوصل الاصابة لشاطئ البحر وبيقف قدام دية وهو بيفضل يضرف فيهم وبيدافع عن نفسه ضدهم بالرغم من انه سكران وبيبان فرق القوة الكبير جدا ما بينهم وفي اللحظة دي كلهم بيكونوا مصابين ووقعين على الارض وبتظهر لينا اول لقطة في الفيلم وتاني يوم بييجي معادل محكمة والكل بيكون مستني الدليل اللي موجود معدية وساعتها بيعترف انه اختصب ديبتي معاهم وشاركهم في الجريمة اللي قدروا يعملوها على مدار 40 يوم وبيفضل يكذب علشان يصدقوه وبيقول للقاضي ان بنتك هي اللي كنا هنخطفها وبيعرفوا جماعاتها ومعلومات عنها وما بيكونش مهتم بحياته وصد انه يرجع حق ديبتي وفعلا بيقتنع القاضي بكلامه وبيحكم عليهم بالاعدام خلال 24 ساعة وتاني يوم بيجي وقت تنفيذ الحكم وكلهم بيستعدوا علشان يواجهوا مصرهم لكن لاكشمي بتتصل بمورتي وبتقوله انها شافت الاخبار واللي عملوا ديبتي وبيكون معاها نسخة تانية من السيدي فبتطلع في وسائل الاعلام وبتعرض الفيديو وبتثبت براءة ديبتي قدام الرأي العام ودية بيكون وقف على المنصة وبيجي للزاب التليفون وبنعرف انه خد براءة لكن بيطلب من المفاتش ما يقتلش اخوات فاسه بسرعة ويسيبوا يعذبهم زي ما عملوا في ديبتي وفعلا بيوافق ودية بيطلع غضبه فيهم وبيقتل الاول بطريقة وحشية وبيجري وراء التاني وبيفضل يدرى فيه لحد ما بيموت وبيوصل للتالت وبينزل علي بمطرقة ضخمة وبيقدر يقتله واخر واحد بيهرب لحبل المشنقة وبيقرر ينتحر لانه خايف منه وفي النهاية بيخرج دي براءة والناس كلها بتحترموا وبتعتذرلوا على سوق ظنهم فيه وبيكون البطل بالنسبة لهم ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد ترجمة نانسي قنقر